طبعاً خلينا نفرق إحنا التسول فيها أنواع النوع اللي خاص بالاتجار بالبشر هو الجماعات اللي تمتهن هذا الموضوع اللي تستغل الأطفال أو تستغل الكبار بقضية التسول أما الشخص اللي يخرج متسول ما عنده يعني مصدر أو كذا هذا يعني ما ينضوي تحت هذا الإطار فقط الأشخاص اللي هم ضمن تعاريف الجريمة المنظمة يقومون بيعني إيواء مجموعة أو استغلالهم لهذا الغرض فقط هاي اللي تدخل ضمن هذا الإطار فمع ذلك ليش منتشرين هو المتسولي الأطفال يعني وخاصة الأطفال يعني الإناث يعني هي كل جريمة فيها مبادئ حتى تنتشر أول مبدأ يحقق الربح المادي وهي يتحقق لهم أرباح مادية المبدأ الثاني ما يقدم المتهم أو العفوان المجني عليه عن الإبلاغ وهذا الموضوع يشجع الجهات اللي يعني خاصة إذا لم يكن هناك اكتشاف لهم هاي تخلي بعض المجموعات تتمادى في هذا النوع من الجرائم فهذا السبب هو لانتشار هذه القضية لكن مع إجراءات وزارة الداخلية الآن بدت تتفعل وبدت تتوصل إلى تلك المجموعات ومن بين الحين والآخر نسمع القاء القبض عملية هنا وهناك قبل يوم ألقت القبض على ثمانية من النساء يتاجرن بالرصافة منطقة الرصافة في قضية الاتجار بالدعارة ها يمكنني اللي بالكادمية الخبر اللي أتذكر مر عليه بيع الأطفال ها بيع الأطفال مني ايه قضية بيع الأطفال أيضا ترجمة نانسي قنقر